تن هاي فاي بي تو بلس الفلاقشب لشركة تن هاي فاي سماعة ممتازة بجميع المقاييس تابع الريفيو وتعرف على وحده من أقرب السماعات اللي سبق لي وجربتها من الأداء المثالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني وإخوات المشاهدين في قناة عالم السماعات قبل لأبتدي الريفيو أحب أوجه رسالة شكر وتقدير لأخوي سليمان الحربي أبو بدر صاحب السماعة على دعمه المستمر للقناة بسم الله نبتدي معكم استعراض العلبة ومحتوياتها هذه طريقة تقديم الشركة للسماعة ومثل ما هو أوح لكم عدد كبير من الإيرتيبس ثلاث أطقم من السيليكون وثلاث أطقم من الفوم وعندنا هنا الكابل قابل لتغيير البلوغ ومثل ما ترون جاي معه جميع المقاسات اللي هو 4.4, 3.5, 2.5 وعندنا السماعة محفظة التخزين من الجلد وفرشات للتنظيف زي الملقاط لتغيير فلاتر السماعة وهذا شكل السماعة من قريب مصنوعة من المعدل بالكامل لكن وزنها خفيف الكنكتر فيها من نوع توبن وغريب صراحة على شركة تن هاي فاي البي ون الكنكتر فيها مم سي اكس لكن البي تو الكنكتر فيها توبن تذكير بسيط اخواني الكرام اذا اعجبك المحتوى لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط على زر التنبيهات ونشر المقطع لدعمها طيب ننتقل المواصفات السماعة درايفر بلانر ماغنتيك بحجم 12 ملي استجابة الترددات من 7 هيرتز الى 40 ألف هيرتز المقاومة 32 أوم الحساسية 90 دي بي وهذه اقل سماعة من ناحية الحساسية اقصد سماعة IAM البلغ مثل ما ذكرت قبل شوي الكابل قابل تغيير البلغ انديك 2.5 3.5 4.4 والكنكتر توبن الاجهزة اللي جربت عليها السماعة كثيرة من ضمنها فيو ام 11 بلس ال تي دي دونجل ويزر دي اي وان دونجل فيو كي اي ثري اي ف اي اي دي اس دي سيجنتشر كي اي 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 تاب 1 اس او اس وان اه وايضا دونجل قبل اه ننتقل الخصائصة التقنية عندنا الساوند ستيج فوق المتوسط في العرض والعمق والارتفاع متوسط اللاييرينج فوق المتوسط الإيميجينج ممتاز في تحديد الاتجاه والبعد والقرب أقل دقة بشي بسيط السيبريشن رائع الرزولوشن ممتاز الكليريتي ممتاز وضوح التفاصيل ممتاز جدا وضوح التفاصيل الصغيرة ممتاز وعلى بعض الأجهزة اللي تكون التفاصيل فيها قوية يعطي نتائج رائعة توزيع الصوت داخل الساوند ستيج اللي هو 3D مستوى فوق المتوسط بسبب ضعف الساوند ستيج في الارتفاع واللييرينج ننتقل تقييم الصوت التقييم بناء على سعر مقابل الأداء السماعة سعرها غالي طبيعي رح ترتفع معه معايير التقييم صوت السماعة بشكل عام متوازن بشكل كامل يعني البيس والميدز والتريبل بمستوى صوت واحد ما فيه قسم أعلى من قسم ثاني ومع لمس الدفء ايرتبس اللي استخدمتها جميع الارتبس اللي أرفقوها الشركة أيضا معها ايرتبس فوم من شركة كيزي عندنا أولا البيس الساب بيس كميته جيدة جدا والتهوية فيه ممتازة الطبقات واضحة وضوح التفاصيل ممتاز ولا يغطي على الترددات اللي أعلى منه وامتداده للأسفل ممتاز الميد بيس كميته أيضا ممتازة وضوح التفاصيل فيها راهع والطبقات ممتازة ولا يغطي على الترددات اللي أعلى منه أو اللي أقل منه والكنترول فيه شي رهيب الفصل بينه وبين الساب بيس ممتاز جدا البيس فيها متوازن بشكل رهيب الساب والميد بيس بنفس العلو والكمية تقريبا بالعادة ما تعجبني كمية الميد بيس المشابهة لكن الكنترول الرهيب فيها والتوازن الممتاز يخليك تحبه ما تعاني من البيس بليدنج بأي شكل من الأشكال تمنيت لو كان الساب بيس أعلى بثلاثة دي بي رح تكون نتيجة مثالية بالنسبة لي قدرت رفعها عن طريق استخدام Final Air Tips Type E لكن تأثيرها على التفاصيل الصغيرة ما عجبني تقريبا اختفت وابتدأ يتسرب البيس للترددات الأعلى تقييمي للبيس بشكل عام خمسة من خمسة ثانيا الميدز التوازن فيها رائع وضوحة ممتاز كل نغمة وكل صوت بتسمعه بكامل تفاصيله وبدون أي تلوين له أو بروز غير طبيعي أصوات الفوكالز فيها طبيعية بتفاصيل رهيبة والسيبريشن أيضا ممتاز اللايرينج جيد جدا بسبب قصر المسافة بين الطبقات لو كانت المسافة أكبر رح يكون شيء رهيب عموم الميدز الصوت فيه طبيعي ومتوازن بدرجة كبيرة ومن الأفضل بين السماعات اللي سبقوا جربتها تقييمي الميدز بشكل عام خمسة من خمسة التريبل ما فيه أي حدة نهائيا ولا يعاني من أي حدة في السبلينس وهالنقطة بتكلم عنها في فقرة الإيرتيبس اللي استخدمتها مع السماعة يعني بفصل فيها شوي التهوية في التريبل ممتازة التريبل هيد يمكن ما يعجبهم كمية التهوية فيه التريبل سباركلي سموذ مريح جدا لاستماع له ما فيه أي استجابة عدائية نهائيا والتفاصيل فيه ممتازة جدا تقييمة للتريبل بشكل عام خمسة من خمسة احتياج السماعة للطاقة قلنا مقاومتها 32 أوم وحساسيتها 90 دي بي على ملي واط لتشغيلها على مستوى صوت آمن للاستماع يساوي 85 دي سبل تحتاج طاقة 0.1 VRMS و0.31 ملي واط وإذا بتشغلها على صوت معتدل يساوي 100 دي سبل تحتاج طاقة 0.57 VRMS و10.15 ملي واط ومستوى صوت عالي بشكل مقبول تحتاج 1.79 VRMS و100 ملي واط ومستوى صوت عالي 115 دي سبل تحتاج 3.18 VRMS و316 ملي واط ومستوى صوت عالي جدا وخطير على اذنك تحتاج 5.66 VRMS وألف واحد ملي واط اللي هو يساوي واحد واط السماعة سويت عليها تجارب كثيرة حشان أتأكد من كمية الطاقة اللي تحتاجها واللي الكل يقول انها تبغى على الأقل 100 ملي واط وحتى في متجر شركة الرسمي يقولون انها تحتاج عشان تشغلها بصوت متوسط تحتاج 500 ملي واط على الأقل وشفتوا النتيجة الآن وأثبتها أو خلنا نقول قدرت اني أثبت كلامهم انها خاطئ عن طريق التجارب في النهاية انها طلع كله كلام في كلام بعيد عن الحقيقة وأعتقد انها للتسويق للسماعة على انها أصعب سماعة AIM من ناحية التشغيل هي فعليا انها أصعب AIM من ناحية التشغيل لكنها ما تتطلب الطاقة اللي يقولون وللعلم لها نفس المواصفات الموجودة في الموديل P2 مع اختلافات غريبة أول مرة تمر علي وراح اتكلم عنها بعد شوية ان شاء الله السماعة جربتها على محول بلوتوث من جانكة هيبي يقدم 33 ملي واط واحد VRMS طالع لكم الآن في الشاشة اذا رفعت صوت الجهاز الأعلى مستوى يعطيني صوت ممتاز ومريح الاستماع له بالنسبة لي وشغلتها على دونجل أبل والصوت على نسبة 80% مستوى الصوت عالي نسبيا وهو المستوى اللي أسمع فيه دائما على برنامج فوبار 2000 على اليوتيوب أحط الصوت في دونجل أبل على 100% ويطلع مستوى الصوت مقبول تقدر تقول معتدل وعلى دونجل فيه كي اي 3 على منفذ 3.5 الصوت على مستوى 30% وعلى 4.4 الصوت على مستوى 20% هذا طبعا على برنامج فوبار بكذا كنت هنا من متطلبات تشغيل السماعة أو الطاقة اللي تحتاجها السماعة وخذت فكرة عن الأجهزة اللي تقدر تشغلها يعني تقريبا جميع أجهزة دونجل راح تشغلها لك ملاحظاتي السماعة خفيفة ومريحة جدا لاستخدام فترات طويلة تصلح لأي استخدام مونيتورينج أو استماع عادي أو أفلام أو مسلسلات في شاء الله غريبة في مواصفات السماعة على موقع الشركة وهي الامبيدينس رينج بالعادة يكون ثابت على رقم معين وأحيانا يكتبون لك أقل أو أعلى في حدود ثلاثة أوم لكن هالسماعة حاطينه من ثلاثة وثلاثين إلى مية أوم وفي البيتو حاطينه ثلاثين أوم أو إلى ثلاثين أوم ما أدري وشي السبب لأنه أول مرة أشوف بيانات بهالشكل السماعة حساسة لجودة الملف الصوتي وراح توضح لك أي عيب موجود فيه بمعنى آخر ما هي متسامحة مع تسجيلات متوسطة الجودة وهذه بالنسبة لبعض ميزة وللبعض الآخر عيب كنت أعتقد أنها مثل تونينج إصدار P2 لكن بعد البحث ومراسلة الشركة مثل ما تشوفون في القراءة اللي ظهرها لكم في فرق بينهم في التونينج وحاولت أبحث عن صورة استجابة للترددات لها السماعة والحصلت نهائيا إلا صورة وحيدة انشرتها الشركة مع أني ما أصدق القراءات قراءات الشركات لكن هذه أعتقد أنها مشابهة للواقع والصوت اللي أنا أسمعه الكيبل المرفقين مع السماعة جودته عالية ويباعه بشكل منفرد لو حبيت تاخذه بسعر مية وستين دولار من تجاربي معها الشركة سماعاتهم تتأثر بالإيرتبس وغالبا تعطيك أفضل آداء لها على الفوم تيبس اللي تجي مرفقه معها تجربتي مع الإيرتبس أولا اللي هو الفاينل إيرتبس تايب إي ارتفع معها السب بيس وصار الصوت موسيقي أكثر لكن ابتدى يتسرب على الترددات الأعلى في الأغاني اللي تعتمد على السب بيس أو اللي السب بيس فيها عالي وغطى على وضوح التفاصيل فيها وأثر بشكل كبير على التفاصيل الصغيرة تقريبا أختفت تحسن الساوند ستيج شي بسيط وتوزيع الصوت بداخله تحسنت طبقات اللايرينج وزادت المسافة شي بسيط بين أصوات الآلات تحسن الإيميجينج في الاتجاه لكن البعد والقرب تأثر وصار شوي أصعب تحديده والسماعة فقدت الصوت المتوازن اللي ميزها ثانيا الإيرتيبس الوايد بورد اللي ظاهرت لكم الآن في الشاشة حافظت على الصوت المتوازن اللي ميز السماعة تحسن الساوند ستيج والإيميجينج وتحسن مستوى السبريشن وتحسن السب بيس أو الأحرى صار أكثر وضوح وكميته أفضل من تيبس الفوم اللي جايه معها لكن العزل فيه يضعف بشكل واضح لذلك استخدمت الفوم في اختباراتي معها مع أن هذه عطتني النتيجة أفضل بشي بسيط النوع الثالث اللي هو السيليكون تيبس اللي جايه معها الساوند ستيج صار أكبر لكن البيس صار كأنه مكتوم شوي وفي بعض الأحيان حدة بسيطة في السبلنس للفوكلز النسائي اللي صوتها نحيف وتريبل صار صوتها أكثر أشراقلة معه وقبل لا أختم سماعة ممتازة جدا بجميع المقاييس اختبرتها ثلاثة سابيع تقريبا ولا حصلت فيها ولا غلطة تونينغ رائع سواء الاستماع أو المونترينغ أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات كابل جدا ممتاز هو فور كور ومثل ما قلنا قابل للتغيير البلغ وهذه طريقة توصيل البلغ فيه فيه الان والوف والبلغ نفسه فيه النقطة هذه البيضة توازنهم على بعض ويدخل معك تكبسه شوي وبعدين تقفل عليه بتحريك الجزء هذا لن يصير على أف بالنسبة لي هذه أقرب سماعة الأداء المثالي سبق لي واستخدمتها وتستاهل قيمتها ريال ريال وبإذن الله أني راح أشتري وحدة مثلها للاستخدامي الشخصي سماعة سعرها غالي في حدود 660 دولار إذا ما خانتني الذاكرة مرة ثانية الله يعطيك العافية وبدر ما قصرت بدعمك للقناة وبهنا نكون وصلنا نهاية هذا الفيديو تقبلوا خالص تحية أخوكم نايف – سعرها مات بالمات